اكتملت الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية 2023 اللي هتقام في المغرب شهر فبراير القادم اكتملت بعد معنا الاتحاد الأسيوي إن ممثله في البطولة هيكون هو نادي الهلال السعودي وكده هيكون مشارك في البطولة سبع أندية السبع أندية هم فلمينجو وريال مدريد والهلال السعودي والوداد البيضاوي وسياتل الأمريكي وأوكلاند سيتي والأهل المصري نظام البطولة هيكون ازاي أول مباراة للفتتاح هيكون ما بين الأهل وأوكلاند سيتي كدور تمهيدي واللي هيكسب من الأهل وأوكلاند سيتي هيشارك مع الوداد وسياتل والهلال السعودي في مباراتين هيحددوا حسب القرعة يعني إن شاء الله الأهل لو كسب لإما هيلعب الهلال السعودي لإما هيلعب الوداد البيضاوي لإما هيلعب سياتل الأمريكي لو مثلا لعب الهلال السعودي هيبقى الوداد هيلاعب سياتر للامريك والفايز من المبارا دي مع الفايز من المبارا دي هيصعدوا للدور قبل النهائي عشان يلاعبوا في لامينجو وريال مدريد اللي القرعب يتجنبهم من هما يلعبوا دور تمهيدي او دور تاني بيجوا على الدور قبل النهائي مباشرة المرات دي المشوار اصعب شوية لان هنبتدي من الدور التمهيدي وكمان مباراتنا هتبقى هيا في افتتاح البطولة يوم واحد فبراير ان شاء الله هنعملكو معانا المبارا بالزبط في فيديو لاحق كل التوفيق للنادي الاهلي وطبعا الفرحة كبيرة ان احنا دخلنا بعد ما كنا مش مشاركين عايزين نمسك في الفرصة وعايزين نستغل لها وعايزين نعمل احسن نتائج ونعمل احسن اداء وليه لأ ما نبقاش في انهاء البطولة المرات وليه لأ ما ناخدش البطولة طبعا احنا شفنا منتخب المغرب في كاسر العالم خلى ما فيه السقف اللي تموحاتنا والطموحات الاندي العربية والفرحة العربية والمنتخبات العربية تمنى قدرت الاهلي تركز في الصفقات اللي هتتم في يناير خصوصا بعد اصابة اكرم انتوفيق اللي كانت صدمة ونتمنى ان التعاقدات تبقى على مستوى وكمان نتمنى كلر يركز اكتر واللعيبة كمان تفوق وتعمل لنا انجاز زي بتاع السنة الفاتت او افضل كمان ان شاء الله في كاسر العالم للانديه طبعا تمنى يكون الفيديو عجبكم متمنى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته